السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وهتم صحة خلاص دخلين على بداية الدور الانجليزي فلازم اقولك تشكلتي النهائية بالنسبة للفانتازي وتشوف الافكار اللي موجودة عندي وإيه اللي انا عايز اطبقه بالنسبة للتشكيلة دي وليه اخترت التشكيلة دي تحديدا يمكن في اي حاجة نتوافق في الاخبار فيها او حاجة انت تشوفها ان هي غلط عندي فتنصحني فيها او حاجة تقتنع بها من عندي فبالتالي تغير عندك لعيب بس زي ما قلتلك قبل كده حاول ان انت تشوف الكل تجمع افكار وبعد كده تلعب انت بدماغك انت واللي انت عايز تعمله لان ده احسن شيء وافضل شيء بالنسبة لك وعشان تتمتع باللعبة فالله بينضيس لايك للفيديو اشتراك في القناة معكم محمود بدرام مجنون يونايتد وتشكيلة النهائية في الفانتازي مبدئيا كده انا بلعب 3-5-2 على الرغم ان انا كنت قبل كده بلعب 3-4-3 ولكن الاصابات اللي حصلت بالنسبة للعيبة غيرت وخلت الموضوع 3-5-2 وزي ما التشكيلة واضحة قدامك ونبتدي نتكلم على سطر سطر مين اللي عنه اول حاجة في حراست المرمى انا عندي اونانا وارتيجا تقول لي ليه اونانا اقولك والله انا شايف انه هو ده الراجل حتة الابجريت اللي جاية بالنسبة للدور الانجليزي كلنا بنفكر في حتة التمريرات والتصديات والكلام ده كله فبالنسبة للتصديات الراجل تصدياته كويسة جدا عامل 73% تصديات مع فريق الانتر وده احسن من الاربعة الكبار في الموسم اللي فات اللي كانوا في المراكز الاربعة الاولى بالنسبة للنسبة التصديات حتة التمريرات اللي الكل بيبص عليها وان خصوصا منشستر رونيتد عندك فريق حيلعب على التحولات فانت محتاج حد من عند فريق منشستر رونيتد بالنسبة للدفاع على الرغم من ان هو الدفاع افضل دفاع الموسم اللي فات بالنسبة لعدد الكلينشيت 17 كلينشيت ولكن موضوع اللعبة على التحولات محتاج حد يرمي كرات طويلة في مساحة فانت محتاج المهاجمين من فريق منشستر من اللي بيمد كرات طويلة احد الناس اللي بتمد بكرات طويلة اونانا فعشان كده انا مختار اونانا ان هو حارس جاية ببين التلات خشبات وايضا بيقدر يلعب برجليه كويس جدا ويجيب لي بونس من الموضوع ده طيب ارتيجا الناحية التانية اقول لك والله انا مختاره كده لان انا مش هروح لأريولا أريولا باربعة مليون وان هو لعب مش هيلعب هتلاقي ناس كتير بتبيع وممكن انت لو ما خدتش لبالك تلاقي نفسك خسرت فيه لما تيجي تبيعه تلاقي ان سعره قال عن الاربعة مليون فانا عايز حارس باربعة مليون وفي نفس الوقت يا معلم ما يكونش نسبته الملكية بتاعته كبيرة ارتيجا بيوفر لي ده بس ارتيجا بيحرمني ان انا بجاء عندي تلاتة لعيبة من سيتي يعني اختار حد تاني انا عندي بعد كده لعبين من سيتي في التشكيلة فبالتالي هو حرمني ان انا لو شفت حد تالي متقلق ان انا اختاره فانا ارتيجا موجود معايا لحد لما تيرنر ينتقل من الارسنال الى ان تنجاهان فورست لانه حيلعب اساسي ويبقى باربعة مليون لكن لو راح طبعا هندرسون هناك فانا ممكن تشوف ان هندرسون هو اللي كمان هو الحارس الاساسي على تيرنر لاني هنسي الصابل اللي كان عندي وهو كان الحارس الاساسي بالنسبة انتجاهان فورست ارتيجا ممكن يكمل معايا بحالة واحدة ايه الحالة الواحدة دي ان عمك جورديولا يطلع من الاول يقولك ان هو ده الحارس الاساسي بتاعي او ان هو ده حيلعب بداية الموتشاط وحاليا اخر موتشاط بالنسبة للسيتي كان بيلعب فيها ارتيجا اكتر ما بيلعب ادرسون وهو برجله افضل مما بيلعب ادرسون حتى في التصديات هو الراجل بيعرف تصدق كويس وكان الكلام حتى الموسم اللي فاتت ازاي ان الحارس ده جاي لهم ببلاش ولكن انا بقولك حاليا ان ارتيجا ده موجود عندي بس لحد لما تيرنر يمتقل من ناحية التانية من فريق الارسنل الى فريق نوتينجا هنفورست الا اذا جورديولا الراجل قالها صريحة سلاعب ارتيجا يبقى ارتيجا معي وكمان في الغالب سيقفه اساسي واروح ادور لي على حارس غير اونانا كمان يعني عشان تبقى واضحة بالنسبة لك السلاسي الدفاعي الاساسي بتاعي حيكون كالتالي صليبة ستونز ومعاهم استوبنيان استوبنيان احسن ظهير بالنسبة للموسم اللي فات انا شايفه هجوميا وبالنسبة لأسلوك ديزيربي والراجل جايب سبعة اسيست للموسم اللي فات فكان لازم ابتدي به ولكن انا هبتدي به وهحط عيني معاهم لحد اول ثلاث مطشاط يا معلم لان هم دول الثلاث مطشاط السهلين وهحاولك بعد كده في الافكار ليه انا بحط بس نظرتي على البداية فقط لغيره تيجي بعد كده ستونز انا شايف ان ده اكتر لاعب مش هيتبدل هو وغيره وراء منه بس هالجوارديول سيبتدي الدوري من الاول ولا سيستنى عليه مطش واثنين ينزل بعد كده مع السيتي اساسي لان ستونز الادوار اللي بياخدها تخليه كده ان تقول لك ان جوارديول لا ينطلعهم من الملعب بالنسبة لصليبة ليه مش جابرييل من الارسنال هقول لك مقارنة ما بينهم لما جيت اتكلمت هنا وقلت لك ان فيه فرق الف دقيقة ما بين الاثنين وثلاثين نقطة في الفانتزي الفرق الف دقيقة دي ب 11 مباراة وده راجع لاصابة صليبة اللي شفناها اثرت على دفاع الارسنال فانا شايف ان ال 11 مباراة كان يقدر صليبة انه هو يجيب 30 نقطة دول وكان يقدر يعمل الفرق الفرق كله ان جابريال جايب 3 اهداف صليبة جايب هدفين جابريال مصنعش اي حاجة صليبة صانع هدف فبالتالي انا شايف صليبة الافضل بالنسبة لي بالنسبة لفريق الارسنال وفي الغالب بعد كده انت لما حتشوف الارسنال وتلاقي ان هو بيعتمد على الباكات انها تطلع لقدام في الغالب كلنا هنجيب تمبر ونجري ساكا ومارتينيلي عندك راشفورد وعندك ميتومة وعندك ديابي من أستنفل تعال نتكلم على سناء الارسنال بالنسبة لسناء الارسنال فانا ما كنتش محب الساكا تماما على الرغم ان ساكا هو نجم الارسنال وساكا هو اللي معاه ضربات الجزاء وكنت شايف ان مارتينيلي هو الافضل خصوصا ان اقل بنص مليون ليه لان مارتينيلي انا شايف ان اداءاته ثابتة اكتر من ساكا ساكا بيبقى عنده اوب سايد داون ان هو اوب وداون في الرتم بتاعه بتلاقي ان هو في اوقات بيكون قوي جدا في اوقات كتير بيبقى سيء جدا غير اني انا شايف ان ساكا هو نجم الفريق فبالتالي كل الفرق هتبقى مركزة معه مركزة مع ناحيته فممكن ده يدي متنفس بالنسبة لمرتنيلي ان هو يكون النجم ولينا في صلاح ومانيه يعني ايه الزكرة لو انت فاكر صلاح ومانيه عملوا ايه الموسم الاول لصلاح صلاح تقلق جدا الفرق كلها ركزت مع صلاح للينا مانيه بيتقلق بعدما كان صلاح جايب اثنين وثلاثين هدف للينا الاثنين جايبين تاتة وعشرين هدف على الرغم من اني مانيه ما كانش وصل للعشرين في اول موسم عشرين هدف فاني متوقع ان انت تكون مركز مع ساكا ان هو النجم فريق الارسنل فبالتالي يبقى فيه تهاون من ناحية مارتنيلي او مارتنيلي اللي اختف الاضواء لكذا كنت جايبه في الاول لكن كان معي جابريل جابريل لما صاب انا اريد حد من هجوم الارسنل هجوم الارسنل فعليا لازم تستثمر فيه شايف ان هو قادر يجيب اهداف كتير وشايف ان هو هينفعك في الفانتازي فعشان كده اول واحد لما شلت جابريل فكرت فيه كان هو ساكا معه ضربات الجزاء ومارتنيلي الهداف والهداف الثاني وراه على طول بالنسبة للموسم اللي فات بالنسبة للارسنل راشفورد اعتماد اليونيتد يعتبر كلها عليه بنصب في راشفورد احنا بنبعت الكرات لراشفورد عشان راشفورد يخلص فعشان كده هو راشفورد معنا ميتومة والثلاث مباريات السهلين اللي في الاول فعشان كده انا جايب ميتومة بالنسبة للستة ونص انا كنت عملتلك طبعا فيديو وكلمت فيه عن خيارات الستة ونص وديته هو المركز الثالث معايا بالنسبة لخيارات الستة ونص فانا شايف ان ميتومة حل قوي وكان قادر الموسم اللي فات ان هو يسجله سبع اهداف ويعمل تسعة اسيست فدي ارقام كويسة بالنسبة للميتومة على الرغم من انه عنده روتيشن كبير في المباريات بالنسبة لبرايتون اخر خيار معايا بالنسبة لخط النص هو ديابي وكان الاحتيار عندي ما بين ايزي وما بين ديابي كان عندي ايزي في الاول وبعدين اصبح لديابي وما زلت محتار ما بينهم ولكن غالبا سأكمل مع ديابي ان هو يكون في التشكيل بتاعتي طيب اقول لك ان الاثنين مؤديين مستوى قوي جدا وايزي حتى الموسم اللي فات مؤدي مستوى قوي جدا وهو اللي معاه ضربات الجزاء بالنسبة لكريستال بلس خصوصا في نهايته قدر ان هو يسجل اهداف وبالنسبة للبريسيزون هو جايب هدفين وخمسة اسست بالنسبة لإيزي ولكن على الرغم من المطش السهل اللي في الاول قصاد شيفلد لكن مطشاته بعد كده صعبة فأنا محتاج ان انا بص على ايزي هي على الرغم ان انا شايف هو سيبقى مكان زاه على طول عارف لما كنت بتجيب زاه عشان في كريستال بلس وهو اللي بي يعمل كل حاجة ايزي هو اللي سيكون بنفس الدور سيكون بنفس الدور اما ديابين الناحية الثانية فأنا عشان مستوى فريق اسطن فيلا وفي الغالب ان انا كمان حسيب ديابين لما لقىهم دخلوا على المعترك الاوروبي وممكن يكون قبل كده كمان بس لما تيجي تبص للاوقات اللي لعبها قدر انه يسجل هدفين مع فريق اسطن فيلا جايبينه باكتر من 50 مليون فهو هيقدي الولد كويس جدا الولد في خيارات ال6 ونص كان هو اعلى تهديفيا والأعلى اسيست لما نتحدث يمكن اقل من ايزي بهدف فرق بس انه عامل عشر في الموسم ده عامل تسعة في الموسم ولكنه كان عامل 8 اسيست اقل يدوب من المثومة ومبويم بسيطة لك لما تجد تجد 17 مساهمة هو من الاولي وكنت حط ه في الخيار الاول هو واحد منهم التشكيل اللي يلعب بها قناي امري يلعب ب3 4 3 35 2 4 4 4 2 4 3 3 3 هو غير في التشكيل وفي الغالب سيستخدم السلسي الخلفي فكان يتواجد معها دايما ديابي في المباريات انه يلعب يعتبر المهاجم الثاني جنب واتكنز فانا عشان كده مختار ديابي لكن زي ما قلت لك ما بين ديابي وما بين ايزي ممكن يتغير وممكن لا لكن في الغالب ليس هيتغير نأتي للهجوم هالند ومفروغ منه مختارين والنسبة الكبيرة تأتي لمهاجم ثاني جنب هالند يكون قوي يكون قادر يجب معدل نقط جيدا فالتا عندما تأتي تجد تجد عندك واتكنز واتكنز من احسن المهاجمين من ان الفينيشار جيد جدا انا واحد من الناس كنت بتمنى ان هو يجي لمنشاستر رونايتد لو ما كناش قادرين ان نحن نجيب كين او توني ودولا كانوا الاختيارات بالنسبة لي الاولين ان انت من الدور الانجليز وكان وراهم واتكنز على طوله معه ضربات الجزاء في فرقة قوية وفرقة غلثة زي أستون فيلا مستوى قوي جدا بالنسبة للبري سيزون وحتى من ساعة لما جاء لهم انا امري هم من اكتر الفرق اللي طلعوا كلين شيت وهم من اكتر الفرق اللي سجلت ومن اكتر الفرق اللي عمل نقاط في الدوري الانجليزي فبالتالي انا رايح مع واتكنز دي تشكلة الاساسية تقول لي الدكة اقولك الدكة لا تلعب طبعا احنا قلنا اورتيجا هو الحارس الثاني عندك اثنين يلعبوا واثنين باربعة مليون اللي هو بالدوك من فريق شيفلد باير من بيرلي واحد فريقه قوي دفاعيا والثاني هو اساسي فريقه يلعب خطه نص في بعض الاحيان فانتا ممكن تستفاد منه الثالث اللي انا متأكد ان هو مش هيلعب حياخد وقت كل فين وفين ان هو لعب صغير وناشئ بس انا سايبه معايا بس الاهم من ده كله ايه يا معلم ان انا معايا اثنين مليون ونص في البنك تقول لي مخليهم ليه تحت باباضهم حيبضهم لك اقولك لا مش هيبضهم لي بس انا مهما كون الابجريد اللي انا عايز اعمله في الدفاع في قط النص في الهجوم حقدر اعمله بسهولة وانا مستريح مفيش عندي اي مشكلة وتفكيري اي بقى يا معلم تفكيري ان التشكيلة الاساسية ال 11 دول اللي انا جايبهم جايبهم بالنسبة لجوالاتهم السهلة وفي الغالب حبص على اول جولتين وابتدي بعد قدر اقرر لان انت من الجولة التالتة عندك تشيلسي الجدول بتاعه حيبقى سهل عندك توتن هام الجدول بتاعه سهل وعندك ايضا ليفربول اللي انت عايز تبص عليه والتلات فرق دول هجوميا كانوا من اقوى الفرق هجوميا في البري سيزون فبالتالي انت عايز تبص على الخيارات منهم بالنسبة لتشيلسي فانا مستهدف الدفاع مش مستهدف الهجوم بعد اصابة نكونكو مع اني جاكسون مهاجم قوي يا جماعة جاكسون في اخر 12 مباراة مع فيا ريال جايب 10 اهداف بعد ما رجع من اصابة كان مصاب ما بيلعبش لفترة في البري سيزون جاي عامل هدفين وتلاتة أسست فالولد بيقول بيعمل ولكن انا عايز من دفاع فريق تشيلسي ليه لان انا حبتري على طول اللي افكر ان انا ممكن مستوهم ما يكونش كويس ممكن ان هو الجدول ما يخدمهمش فريق بيرايتون فريق بيرايتون اول تلات مباريات كويسين جدا بري سيزون ادوه كانوا دفاعيا وحشين فبالتالي دول هفكر فيهم ان انا ابدل فريق تتنهام النحي التاني بيجيب عدد اهداف كبير ولكن بيخش فيه عدد اهداف كتير برضو بالنسبة للدفاع وايضا بالنسبة لليفربول فانا حفكر في الفريقين دول هجوميا فانا اي حد عايز اطلع له بعد جولتين وحكلم معايا التبدلتين حقدر ان انا اطلع له سواء كان اروح لتشيلول مثلا او اروح مثلا لجاكسون في تشيلسي اروح لجوتا لصلاح اروح لماديسون لهاركين حيبقى الموضوع سهل بالنسبة لي ان انا ابدل واحل هذا الموضوع وان انا اغير فده تفكيري بالنسبة للتشكيل الاساسي بتاعي وانا انا عايز اعمله بعد اول جولتين في النهاية ده كان كل اللي عندي عن تشكيلي النهائي في الفانتازي واللي حبتدي به فانتازي البريمير ليك بس مستنيك انت في الكومنتات تتناقش معايا وتقول لي برضو تشكيلتك النهائية ايه وانا بتدي نتناقش تقول لي انت عندك غلط هنا في التشكيلة دي انت كنت تتجيب اللاعب ده افضل او تقول لي انت صح في المكان ده واللاعب ده هو اللي المفترض كنت تتجيبه فعليا اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم ولو عجبتك الحلقة ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته